بارح انتظم سباعي الأهلي الدولي محمد دلاشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومران عطية وإحمد نبيل لكوكا وحسين اللاشحات في تدريبات الفريق الأحمر مساء أمس السلفاء على ملعب مختار التيتش قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم بعد عودتهم طبعا من الإمارات وده بعد انتهاء معسكر منتخب مصر منتخب الفرعنة طبعا اللي كان ضمن أجندية شهر أكتوبر الجاري طبعا الفريق كان منتخب المصر كان خاض مباراتين وديتين أمام منتخبية زنبيا والجزائر اكسبنا طبعا زنبيا وتعدلنا في مباراة الجزائر وطبعا استفادنا في الحديث عن هذه المواجهتين وكافية الاستفادة طبعا من هذه المباراتين سواء لمتخب المصري أو أيضا لمتخب الجزائر نستفاد من مواجهته للمتخب مصر مستر مارسل كولوري طبعا اتكلم مع اللاعبين وأكد على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال مواجهة سيمبا ويعني من أجل تحقيق ضربة بداية قوية جدا في البطولة خاصة أن المباراة مش هتبقى سهلة أمام فريق سيمبا يعني أكيد عنده تطلعات كتير جدا عنده مدير فني عنده لعبة مميزة جدا وعايز حقها نتيجة للنادي لألي خاصة أنها تبقى مواجهة الافتتاح وضربة البداية أنا وانت عشان هي بقى كمان مواجهة الافتتاح وعشان هي مع النادي الأهلي زي ما احنا كنا بنتكلم الجماهير هناك وأنا بحب أتابع برضو يعني الأجواء دايما وتحديدا أبص الناس كتبقي والمنافس وغيره جماهير هناك جماهير سيمبا عايز أقول لكم يعني جاهزية غير عادية واحتفالية غير عادية يمكن الصور اللي قدام حضراتكم دي بتأكد أو بتشرح الكلام اللي أنا بقوله مشاهد يعني استعدادة على أعلى مستوى ناس عيدة ناس عندها كده يعني سسبنس أو حاسين أن هم متشوقين لهذه المباراة خلينا نقول مباراة أو ضربة بداية قوية جدا بالنسبة لهم أكيد هم نفسهم يحققوا أكيد فيها النجاح أو الفوز كلها أمال مشروعة بالمناسبة طبعا هنتكلم تاني ونرجع نقول المباراة وهي على أرضهم ممكن تكون مقلقة إلى حد ما زي ما تكلمنا هي ملاعب رائعة جدا جماهير عندها يعني قوة تشجيعية رائعة برضو وكبيرة لكن برضو إحنا النادي الأهلي برضو إحنا يعني جماهيرنا في كل حتة في العالم أنت لما بتروح أي حتة طبعا بالأعداد الكبيرة المصريين طبعا يعني ربنا يزيدنا أكيد لكن الأهلوية كتير جدا أنت مفيش ممكن دولة أوروبية حتى لو دولة بعيدة جدا في قرى مختلفة تيجي هناك لو لقيت مصريين هتلاقي فيه أهلك هناك وأهلوية وموجودين فالواحد مش ألقان والجاليات المصرية زي ما تكلمنا في كل دول العالم بعدات كبيرة والأهلوية بعدات كبيرة فإحنا ما بنقلقش قوي من الحتة دي دايما منحب يكون أهلنا وجماهيرنا موجودين لكن طبعا لو جيد قارنت لا هتلاقي عداد متفاوقة جدا من الجماهير هناك لكن ده برضو شيء ما يخوفناش يسعدنا بشكل كبير